دور الأولياء في سقل الأطفال منذ صغر والله دور الأولياء من الأهمية بمكة اللغة الأولى التي يتعلمها الطفل في البيت نرى أن بعض الأولياء قد شتتوا أبناءهم تراهم في مجتمعات مثل مجتمعات المدن الكبرى يعلمون أبناءهم بادئ ذي بدر ربما لغة أجنبية في البيت نتكلم دعنا من اللغات أو اللهجات التي يتعلمونها من تراثنا وكذا مع ذلك يضيفون له لغة أجنبية ونحن لنا تجارب كثيرة مع هؤلاء ندرسهم أنت كنت أستاذ في لغة العربية لاحظ أن هناك الكثير من التلميذ تكوينهم مثل الفنكوفوني أو أساسا نعم فلم يتعود جهازه الصوت على استقبال العربية وعلى نطق العربية فيجد مشكلة في الأول يعني الطلب الذين درسوا في المدارس القرآنية يلتقطون المعنى والمبنى وينطلقون في كل المواد أما ذلك الولد المسكين فتراه يعني يكافح في بداياته من أجل فقط أن يحصل على اللغة مثل الذي يذهب إلى الغربة الآن وهو كبير في السن يعني سنتين أو ثلاثة يتعلم اللغة ولا يستطيع حتى تعلمها مثل أهلها ذلك الولد نفس الشيء يعني تبقى له مشاكل ربما طوال حياته وهو يعاني من ذلك ذلك لو تعلمها في بداية الأمر وهو غفظ طري في مرحلة أن نحن نعلم أن علماء النفس يقولون كل شيء يتم قبل سبع سنوات هذا عالم فرنسي له كتاب يقول يعني كل شيء يتم قبل سبع سنوات ومرحلة حفظ القرآن ومرحلة تعلم اللغة العربية نطق اللغة العربية يسمعها غفظة طرية من أستاذ فصيح يعني يجيد نطقها فيتعلمها يعني وتبقى معه كملكة ردة فعل يتكلمها بالسليقة لا يحتاج إلى تفكير يعني وهنا يبدأ الإبداع أما إذا كان يفكر ويستدعي الكلمات في كل مرة فهذا يضيع ولا يجعله يركز على المواد تركيزا جيدا علينا أن نعنى وأن نعتني باللغة العربية في مرحلة التمدرس الأولى وما قبل التمدرس خاصة في البيت فإخواننا الأولى